السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و صلى الله و سلم و بارك على رسول الله و على آله و أصحابه و من و له أما بعد فحياكم الله و إخواني و أخواتي في كل مكان و أهلا و سهلا و مرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم و استفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى التسديد و التوفيق إنه خير مسؤول عندي أسئلة كثيرة عندي الأخ سلطان من السعودية يقول هل يجوز لي أن أصافح طليقة والدي سلطان بارك الله فيك من السعودية الجواب نعم بالنسبة لطليقة والدك فإنها محرمة عليك على التأبيد محرمة عليك على التأبيد و لذلك يجوز لك أن تصافح طليقة والدك بارك الله فيك مريم من الأردن تقول عمتي أخت أبي عندها بنتين طالعات على الصف السابع العداد أعمارهم 13 سنة ناوية تجعلهم يتركون المدرسة و تحرمهم من التعليم يعني تقول بأن حاولنا إقناعها و شيء من هذا القبيل هل من كلمة؟ أختي مريم بارك الله فيك يعني بالنسبة لهذه المرأة في قضية إخراج بناتها من المدرسة لا بد أن يكون هناك سبب فإذا كان السبب مادي يقفوا معها تدعمونها ماديا إذا كان ما عندها القدرة على دفع رسوم الدراسة إذا كان السبب آخر مثلا و سبب مقنع لها الحق في هذا لكن إذا كان ما في سبب هكذا مجرد جعل البنات في البيت و يخدمنا و شيء من هذا القبيل هذا في الحقيقة يعني غير جيد و لذلك تذكر و تخوف بالله و التعليم و لله الحمد يضيف لأولاد سواء ذكور أو بنات إضافات كثيرة و نحن في زمن العلم و عصر المعرفة و حتى الدول الآن يعني تكافح الأمية و تكافح الجهل و لذلك ليس لها الحق ما دام الحمد لله ليس عليهن خوف و لا مخاطر و عندها القدرة المادية فأنصحها بأن تبقي بناتها حتى ينلنا و يحصلنا على حصيلة جيدة من العلم و المعرفة و بعد ذلك يعني إن بلغنا يعني تزوجهن الأزواج الصالحين الأخت أم خالد من أمريكا سبارك الله فيها تسأل تقول يعني كيف أتعامل مع أختي التي تغيرت مع الغربة تقول عايشين في مدينة صغيرة في أمريكا تقول الحمد لله ما طلعت من الدين لكن لباسها غير محتشم طلعتها غير سوية تذكر أشياء يعني للأسف ذكرتها تقول يعني الآن تريد أن تدخل في عالم السوشيال ميديا تقول الناس كلها الآن تعرف أهالي أزواجي و أخواتي و أمهاتي يعني أمي و أزواج أخواتي ما يعرفون و مشكلة يعني لو عرفوا شيء من هذا القبيل تريد نصيحها أختي أم خالد بارك الله فيك أولا بالنسبة لأختك هذه يجب عليك أن تسلك معها المسالك التالية أولا الدعاء و لا تستهيني بالدعاء فإن للدعاء أثر عظيم يقول الله جل وعلا و قال ربكم ادعوني أستجب لكم و قال جل وعلا و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان و النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباد فلا تستهيني بالدعاء خاصة في السجود بعد صلاة العصر يوم الجمعة في الثلث الأخير من الليل و الأمر الثاني حاولي أن تخاطي بوجدانها و عاطفتها و عقلها ذكريها بماضيها ذكريها بكيف ربوها أهلها كيف نشأوها تنشئ صالحا استثمر المواقف اللي ممكن تكون مؤثرة كوفات قريب مثل لكم حاولي أن تذكر يقولي شوفي فلان مات هو صغير و كذا أيضا ذكري لها المفاسد التي ستعود على الأسرة و على أخواتك و على كذا و يعني قولي لا تكون اللعنة على العائلة قولي لهذا الكلام و تلطفي معه حاولي أن تتلطفي معه لأنه ما تملك إلاها بارك الله فيك أم محمد من عمان تسأل تقول عندي بنت مطلقة من زمان و عندها بنت و ولد و ساكنة في بيتها بروحها و تسوي أشياء أيضا غير حلوة و مرة يعني شفتها و ما أعجبني التصرف اللي تقوم فيه و شيء من هذا القبيل أيضا تريد نصيحة تقول تطرع دائما ترمي أطفالها أم محمد يعني مثل ما نصحت الأخت أم خالد نصيحتي هي هي و لذلك ذكريها بالله خوي فيها بالله عضيها انصحيها لا تيأسين لا تقومي والله قلت لها مرة و مرتين و ثلاثة لا تيأسين ادعي لها في نفس في صلاتك في الأزمان اللي هي ما ظنت إجابة الدعاء ذكريها بأسرتها ذكريها مثل ما ذكرت للأخت أم خالد بارك الله فيك الأخ نعم الأخت يارة من سوريا يارة تقول هل صحيح أن الناس في يوم المحشر يسحبون بحبل من النار إلى أرض المحشر إلى بلاد الشام اختيار بارك الله فيك أنا ما أحفظ في هذا الشيء أنا ما أحفظ في هذا الشيء و إنما الذي أحفظه أن الناس يساقون إلى أرض المحشر و أرض المحشر هي بلاد الشام كما قال النبي عليه الصلاة و سبحانه أما أنهم يسحبون بحبل من النار هذا غير صحيح بارك الله فيك في حدود اطلاع و معرفتي بارك الله فيك أم أحلام من الجزائر تقول هل هذا الدعاء من أذكار الصباح و المساء اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه و نستغفرك لما لا نعلمه أخته محلام لا النبي عليه الصلاة و السلام في حديث أبي بكر الصديق حذر من الشرك الخفي قال أخفى من دبيب النمل الشرك الخفي اللي هو الرياء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ألا أعلمك دعاء تقول قال نعم يا رسول الله فقال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه و أستغفرك لما لا أعلمه فأنا لا أحفظ بأن هذا من أذكار الصباح و المساء أو من أدعية الصباح و المساء و إنما هذا الدعاء عام يقوله الإنسان اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه و أستغفرك لما لا أعلمه الأخت أم هيثا من العراق تقول يعني ما هو أو تذكر عن والدتها تقول بأنها كانت والدة طفل عمرها شهرين وبعد ما أرضعتها ليلا غلب عليها النعاس وبلا وعي يعني نامت عليه فمات الطفل تحتها تقول يعني هي صامت أكثر من شهرين وتصوم اثنين وخميس منذ ما يقارب عشرين سنة تريد التوجيه أختي أم هيثم بارك الله فيك بالنسبة للوالدة إذا هي فرطت في وضع الولد و هي تعلم من نفسها بأن نومها ثقيل و أنه ممكن تنقلب عليه نعم هي تسببت في قتله أما إذا كان لا مثل عادة جميع الأمهات يضعنا الأطفال بجوارهن و يرضعنا و ينمنا و المسألة سهلة يعني فما عليها شيء تقولين الآن هي صامت أكثر من شهرين وتصوم دائما إن شاء الله هذا كفار لها حول الله و قوة و إلا الأصل أنه ما عليها شيء و لله الحمد و المنه أم مبارك من الكويت تقول أنا عند السجود أضع يدي اليسرى على الطرف السرير لكي أنزل للسجود لأنه عندي مشكلة في الركبة و أقرأ التحيات و أنا راك على الركبتين يعني قصتها بارك على الركبتين لأنه لا أستطيع ثنيهم أم مبارك شافاك الله و عافاك و كتب الله أجرك ما في بأس يعني أنت الآن لما تجيين تسجدين تضع يدك اليسرى على السرير تعتمدين عليه على أساس تستندين عليه على أساس تنزلي ما عليك شيء و لله الحمد و المنه و كونك ما تستطيعين الجلسة في التشهد و تبركين بروك مثلا أيضا ما عليك شيء و صلاتك صحيحة و لله الحمد و المنه ديانة من العراق تقول هل يجوز الاحتفاظ بقطعة ذهب مكتوب عليها آية الكرسي دون لبسها ديانة بارك الله فيك إذا قلت لي بأنها دون لبسها نعم يجوز مادام أنه كتب عليها آية الكرسي و أنت محتفظة بها في الخزانة أو في الصندوق مثلا ما في بأس لكن أن تلبسيها هذا يحتاج إلى أنك تحذرين تدخلين الحمام يعني يحصل نجاسة يحصل شيء هذه آية قرآنية و لذلك نصيحة لأخواني و أخواتي أخواني الصاغاء هالرجال أيضا حتى في قضية الشراء لنسائهم أخواتي أيضا ابتعدوا عن القطع الذهب المكتوب عليها آيات قرآنية لأن إذا استخدمتموها على أنها تعويذة هذا لا يجوز هذا يعتبر من التمان و في الراجح من أقوال أهل العمد و حتى لو كان من القرآن ما يصح إن استخدمتوه على أنه زينة فقط و ما قصدتم تعويذة أيضا هذه مشكلة لأن المسلم مطالب التعظيم معظمه الله هذا كلام الله كيف تعرضونه يعني هل ترضى المرأة تدخل الحمام بآية الكرسي محطوطة مثلا على القلادة فأتنبهوا لهذا بارك الله فيكم بالنسبة للأخت أم محمد من الإمارات طبعا ذكرت قصة يعني بالنسبة لي يعني ذكرت بأنها متزوجة من عشرين سنة و عندها بنت و ولد و زوجة أصلا تزوجها ليس بإرادته و إنما ليرضي والديه تقول يعني يسيء معاملتي و ذكرت قصة طويلة فيها حقيقة ألم و فيها مرارة و تقول والله أنا أحب الرجل لكن للأسف هو يضرب شيء من هذا القبيل و الآن أنا عمري 41 سنة تقول يعني ماذا أفعل أصبر أطلب الطلاق يا أخت محمد بارك الله فيك أنا قرأت رسالتك طويلة والله و أنا شرطي في البرنامج إن الإنسان يختصر لكن عموما رسالتك تقطر ألم رسالتك حقيقة يعني فعلا يعني مليئة بالحزن مليئة بالألم و لذلك أخت الفاضل أنت في حلوة لله الحمد تقولي والله أنا أريد أن أصبر عليه لعل الله يفتع على قلبه لعل الله يهديه لعل ضميره يصحى و يشوف أنت كيف تعاملينه و هو كيف يعاملك ممكن ترى القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن و هذا اللي أنا أؤيده لكي أؤيد لكي بأنك تصبرين تقول لا والله صعب يعني الحياة الإنسان ما يعيش الإنسان إلا مرة واحدة أبغى أرتاح ما أبغى أسمع إهانات ولا شتم ولا ضرب و بعدين أيضا رجل مقصر في بعض الطاعات أنت في حلوة لله الحمد أبدا تقولي له سامحني طلقني و أعطني حقي و إذا رفض أو يقول أنا ما أعطي حق الحمد لله المحكمة تكفل لك حقك كاملا بإذن الله جل وعلا علي السعدي من عمان يقول إذا كانت الدولة تفرط ضريبة على عقد البيع للأراضي تأخذ من العاقدين أو من أحدهم نسبة من الثمن و قد يكون هذا الثمن الحقيقي للبيع و مقوم من قبل الدولة مسبقا و ليس الثمن الذي تم به البيع و قد تعتمد على موقع الأرض كذلك و مساحتها فهي متفاوتة من عقد لآخر يقول علي هل يجوز العاقلين أن يذكروا للدولة أن العقد بينهما هو هبة و ليس بيع لتفادي هذا الأمر الجواب لا يا علي بارك الله فيك و رضي عنك و لذلك لا يجوز لك أن تكذب و لا يجوز لك أن تغش و كن صادق في جميع أمورك و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام قال أدوا الحق الذي لهم و اسألوا الله حقكم فأنت مطالب بأن تمشي على النظام و أن لا تخالف و أن لا تغش و أن لا تكذب هذا هو المسلم فأعطي الحق لهم و اسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا أم زينة من العراق تقول هل يجوز لي أن أجلس أثناء دعائي في قنوة الوتر لأني أعاني من كثرة ظهور الدوالي في الرجل لأني أقف فترات طويلة أختي أم زينة نعم يجوز لك حتى أن تجلسي في صلاة الوتر لو جلست في صلاة الوتر كاملة ما في بأس و بعدين يا أختي أم زينة لا تطل دعاء القنوة في الوتر يعني دعاء القنوة لا يستغرق دقيقة أو أقل من دقيقة ما في داع أنك الطولين اللهم أهدني في من هديت و عافني في من عافيت و تولني إلى آخره فالتطويل هذا ليس من السنة النبي عليه الصلاة و السلام علم الحسن بالعلي هذا الدعاء ما يستغرق دقيقة واحدة و أعتقد اللي عنده دوالي يتحمل دقيقة يتحمل أن يقف دقيقة عموما إذا شعرت بتعب حتى لو جلست من أول صلاة النافلة لأن يجوز الجلوس في صلاة النافلة حتى و مع القدرة على القيام بخلاف الفريضة الفريضة لا ما يجوز الإنسان أن يجلس فيها و هو قادر على القيام أما إذا كان عاجز يجوز ريان من أمريكا يقول يقول شخص يضرب أولاده و يضرب زوجته و في كل مجلس يتكلم عليهم من دون سبب و يبلغ الرجل من العمر ستين سنة و يضرب زوجته لعمره خمسين سنة و أولاده فوق العشرين كل يوم يخلق مشاكل و يطرد أولاده يعني ما الحل في مثل هذا الرجل يا أخي ريان بارك الله فيك مثل هذا الرجل يُعرض على الطبيب هذا النوع من الرجال عمره ستين سنة يضرب زوجته عمره خمسين يضرب أولاده و يطردهم و يشتم و حياته كلها و العياذ بالله يعني صراخ و عويل و مشاكل هذا يُعرض على طبيب نفسي ما في بأس يُأخاذ و يُقال للطبيب نفسي هذا الرجل عمره الآن ستين سنة و على هذه الحال و يعطيه أدوية و يعطيه علاج أو يُعرض على راقي من الرقات الشرعيين يقرأ عليه لعله يطلع من رأسه شيء يعني أنا ما أتصور رجل بلغ الستين و يعني يقوم بمثل هذه الأعمال يعني أمر عجيب جداً و لذلك يا ريا اسعوا في أن تعرضون على طبيب نفسي محترام يعني عنده خلفية و تعرضون أيضاً على راقي إذا و الله قالوا ما في شيء يجب أن يقف عند حده هذا ما يجوز كيف يمد يدي على أم عياله عمره خمسين سنة حتى لو كان عمرها أربعطائش خمستائش عشرين سنة كيف يمد يدي على أم عياله و النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بعض النساء ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهم يضرق قال أولئك ليسوا بخياركم ما في خير الذي يضرب زوجته ما في خير الذي يضرب زوجته و النبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا و لذلك هذا الرجل إذا يعني ما استفاد من الرقيا و ما استفاد من الطبيب النفسي للزوجة و للأولاد أن يضعوا حد يضعوا حد لهم الحق في هذا لأنهم متضررين خاصة الزوجة الأولاد يجب عليهم أن يتحملوا لأنه والدهم لكن الزوجة تقول له عند حدك لا تم يديك مرة ثانية إن مديت إليك بشتكي عليك عند المحكم و المحكمة هي تأخذ لحقي حتى لو كنت في أمريكا و ما المشكلة يعني و ما المشكلة لأنه هو الظالم هو المعتدي هذا الذي يمد يديه بهذا الطريقة ممكن أنه يضربها بأي شيء في يده و ممكن أنه يسبب في موتها و هلاك و لذلك يقال لهذا الكلام يقال له و يجب على المرأة إذا ما استجاب أن تعمل إجراء لكن لا تصل إلى المحكمة تريه بأن المسألة جد تريه بحيث أن توكل محامي و يخبر بهذا يخبر بأن عقوبته ستكون كذا و كذا و كذا حتى يتأدب و يكف شرة و ضرر عن زوجته و عن أولاده أمت الله من اليمن تقول يا شيخ هل يجوز الصلاة في الظلام الجواب نعم يا أمت الله يجوز للإنسان أن يصلي في الظلمة ما في بأس و الأنوار مطفأ ما في بأس يجوز و لله الحمد كان النبي عليه الصلاة و السلام يصلي قيام الليل في بيتي و ليس ثم سراج كان يصلي في الظلمة صلى الله عليه و آله و سلم أم مصطفى من كينيا تقول قبل ثلاث سنوات لما أتيت بابني زوجي يكون ابن خالتي كان يريد أن يسمي اسم محمود و أنا أريد أن يسمي مصطفى و عم ابني كان يريد أن يسمي على اسمه هو عنده ثلاث أولاد فسميناه مصطفى فقلت لي امرأة عم ابني اللي هو مثلا أيضا ابن خالتي و نحن طالعين من المستشفى فإن شاء الله راح أجيب ولد إذا جبت ولد الثاني بأسميه على اسمه لكن ما وعدت و صار و جبت ولد و ما سميته على اسمه هل علي شيء؟ يا أم مصطفى ما عليك شيء ولله الحمد و المنه و هنا أوجه نصيحة أولا التسمية للأب و ليس للأم التسمية للأب و ليس للأم هذا هو الحق الأول الأمر الثاني طيب أن الأب و الأم يعني الزوج و الزوجة يتشاوران في التسمية للذكر و للأنثى فإن اختلف فترجح كفة الزوج ترجح كفة الزوج الأمر الثالث يا جماعة الخير اتقوا الله في أولادكم ما في داعي إلى مثل هذه الأشياء التي قد تتسبب بعقد على هذا الطفل إذا كبر يعني بعض الناس الآن لا و الله لازم أسمي على اسم أبوي أو جدي يخي مو بلازم يعني قد يكون اسم والدك أو اسم جدك اسم غير محبب أو لا يتناسب مع الوقت مثلا و يصبح الولد محل تعييره و يلقب بألقاب السوء مع الأطفال كما هي العادة عند الأطفال أو و الله لازم أسمي على اسم أمي أو جدتي أو الحرمة تقول لازم على اسم أمي أو جدتي طيب يعني قد يكون الاسم غير مناسب و قد يكون مناسب لكن ربط الأسماء بو الله اسم أبوي و اسم جدي و اسم أمي و اسم جدتي هذا غلط ما في داعي لأن الأسف الشديد أحيانا تنشب مشكلة من مسألة تافية على خلاف على قضية التسمية التسمية حق للزوج حق للأب و يشاور زوجته لكن إنه اختلف فالحق معه مع الأب و أما قضية ربط هذه الأشياء بأسماء العائلة و الله نسأ أسمي تندمون أنت وعدت الآن و أخلفت قلت إلى إنشاء حمد لله أنك قلت إن شاء الله إن شاء الله إذا جاني ولد بسميه على اسم عمه ما في داعي ما في داعي أنك تقول الكلام هذا إذا جاء الولاد الحمد لله و نزل سليم ممكن في تلك الساعة تختارون الاسم المناسب ابتسام من العراق تقول يا شيخ أنا أصلي أنا و زوجي صلاة الجماعة في المنزل و هو أيضا فقد و أحيانا ينسى بعض الآيات يتوقف أو يخطئ فأذكره أحيانا و أحيانا لا أفعل هل هذا الأمر جاهز ابتسام بارك الله فيك يعني فهمت من سؤالك أنك تصلين أنت و زوجك جماعة طبعا هو الإمام أكيد فيخطي في آيات تفتحين عليه ما في شيء يجوز للمرأة أن تفتح على زوجها في الصلاة يجوز للمرأة أن تفتح على زوجها في الصلاة ما في بأس و إذا أخطأ و أنت متيقن بأنه أخطأ لا تتركين لا تقول أن أنا أخاف مثلا ما يجوز لا يجوز و افتحي عليه لأن النبي عليه الصلاة و السلام أمر بالفتح عليه فأنت ما دمتي مع زوجك تصلون جماعة افتحي عليه بارك الله فيك بما أشكل عليه من الآيات القرآنية عبد الله مغربي يعمل في ألمانيا يقول أنا أقوم بملئ طلب تحويل قدر من المال باليورو خمسمائة يورو من بنك ألماني إلى بنك مغربي أسلم الطلب للبنك الألماني الذي يقوم بإرسال المبلغ إلى البنك المغربي بعد مدة تقريبا 15 يوم و أتواصل بإشعار أو يصلني إشعار بأن المال قد وضع في حسابي في البنك المغربي بالدرهم هل هذه العملية ربوية؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك طبعا هذه مسألة الصرف مسألة الصرف و هي أنت الآن تريد أن تصرف يورو بعملة المغربية من شروط صحة الصرف التقابض و هذا التقابض إما يكون حقيقي قابض يد بيد أو حكمي بحيث أنه في نفس اللحظة يدخل إلى حسابك أو يتأخر تأخر قليل جرت العادة عرفا عرفا أنه طبيعي بسبب الإجراءات أما 15 يوم لا لا هذا ما تجوز العملية بارك الله فيك و لذلك ابحث عن حل آخر و الحلول الشرعية كثيرة بارك الله فيك هاجر من أسباني تقول أريد أن أعطي هدية لثنين من بناتي غير متزوجات و عندي أخرى متزوجة هل يجب أن أعطي المتزوجة أيضا؟ أختي هاجر يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم فإذا سمعت الثالثة بأنك أعطيت البنتين سيصير في خاطرها شيء و يكون في نفسها شيء أعطيها أيضا حتى لو كانت متزوجة فتبقى بنتك تبقى بنتك و لذلك لو قدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل لو توفي ترثينها و لو توفي ترثكي و لذلك الصلاة و الأشياء هذه كلها موجودة بارك الله فيك فلا تحرمينها من الهدية أبو محمد من عمان يقول عندي مبلغ لشخص و هذا الشخص توفي كيف أتصرف بالمبلغ أبو محمد بارك الله فيك المبلغ هذا حق لهذا الإنسان الذي مات فإذا تعلم و تعرف أهله و أولاده تعطي أولاده قضية أن الشخص إذا توفي و له حق عندك خلاص لا ما غير صحيح الآن هذا المال انتقل الحق يعني أداءه إليه من هذا الرجل إلى أولاده فتذهب إلى أولاده تقول مثلا الكبير منهم تفضل هذا المبلغ هذا لوالد كان عندي إما قرض إما مثلا عملية شراء أو شيء و تسلم الولد الكبير أو تسلم القائم على الأسرة مثلا قد يكون عمه مثلا يتولي المحكمة عمه مثلا فتعطي الشخص الذي يدير أموال هذه الأسرة و لا تبرأ ذمتك إلا بهذا و لا يجوز لك أن تتصدق بهذا المبلغ تقول والله مات أبغى تصدق عنه بأي حق هذا حق للورثة تعطيه الورثة بارك الله فيك أم سلامة من الإمارات تقول ما حكم الدعاء و قول حسبي الله و نعم الوكيل و الطلب من الله بأن يأخذ حقي من من ظلمني و اتهمني بالسحر و بأشياء ليست فيني و قيامها بحركات يعني أم زوجي من كشف شعرها و الدعاء كان يا رب خذها منها أكثر شيء تحبها في الدنيا بعد فترة توفي زوجها و اتهمتني بأنني أسبب أختي أم سلامة أولا بالنسبة للإنسان المظلوم الذي يعتقد فعلا بأنه مظلوم يجوز له أن يدعو يجوز له أن يدعو و لذلك ربنا جل وعلا نصر نوحا لما قال إني مغلوب فانتصر انتصر الله له و النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات و ذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام و يقسم و يقول و بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين فإذا الإنسان ظلم في عرضه في سمعته بهت والعياذ بالله بمثل هذا يعني اتهمتي بأنك بالسحر و بأشياء و أنت بريئة و دعوتي الله ما أحد يمنعك الله معك سبحانه و تعالى و كون الآن مثلا ابتل الله مثلا أم زوجك اللي هي اتهمتك بوفاة زوجها و قالت أنت السبب و أين المشكلة يقولي لها أنا السبب و الدور جاي عليك يقولي لها الكلام أنا مظلومة أنت ظلمتيني أنت ظلمتيني اتهمتيني بالسحر و اتهمتيني بأشياء ليست فيني و أنا دعوت الله عز و جل أن يأخذ أحب شيء عندك و أخذ زوجك و الدور عليك قل لي لهذا الكلام و لا تخافي و لا تخشي لأن الله معك فما دام أن الله تعالى استجاب دعائك دلالها على أنك مظلومة إن شاء الله مظلومة و لذلك وصل لي رسالة لأم زوجك قل لي له نعم و الحمد لله اللي استجاب الله دعائي و الدور عليك إذا ما تبتي إلى الله ما فيها شيء الله يعيننا و إياك أم يحيا من السعودية تقول يا شيخ أمي كانت عندي في البيت و أخوي أعطاني مبلغ خمسة لاف ريال عشان أصرف عليها و بعد فترة قصيرة دخلت المستشفى و تنوم ثلاث أشهر و بعدها ماتت و المبلغ عندي هل أتصدق في علم أن أخوي رافض يستلم المبلغ أم يحيا بارك الله فيك طيب أنك تتصدقين بهذا المبلغ و الأجر لأخيك و أيضا لك لأنك سبب من أسباب الصدقة و يصل إشارة للثواب إلى و لتصدقي بما تبقى من المبلغ بارك الله فيك أبو عبد العزيز من أبو ظبي يقول ما صحة الدعاء بعد الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي و اسع لي في داري و بارك لي فيما رزقتني أبو عبد العزيز بارك الله فيك الكلام حول هذا الحديث طويل و وقت البرنامج قصير و مختصر هذا الدعاء الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح هذا الدعاء لا يصح و على فرض صحته فإنه يقال في أذكار الصلاة قبل السلام هذا على فرض صحته و أنا قلت لك بأن الحديث لا يصح أم عمر من الأردن تقول عام 2016 أديت فريدت الحج و لله الحمد و المنه علما بأنني أزور بيت الله الحرام للمرة الأولى و لما أدينا العمرات سعيت بين الصفة و المروة أربع طعشر مرة كنت أحسى بالذهاب شوط هل حج صحيح نعم يا أم عمر حجك صحيح و لله الحمد و المنه أنت طفتي سبعة أشواط و الزيادة هذه ليست بشيء لأن الذهاب شوط و الرجوع شوط فتقولي والله أني ما كنت أعلم و طبعا هذا يدفعني أني أقول يجب على الإنسان إذا أراد يذهب للحج و العمر لأول مرة أن يسأل يسأل أهل العلم يقرأ في الكتب هذه مبينة و لله الحمد و برامج كثيرة حتى تعرض في موسم الحج في قضية كيفية يعني السعي و الطواف و أحكام الحج و العمر و لله الحمد عموما حجك صحيح و لا تقلقين بارك الله فيك أم عبد الرحمن من اليمن تقول يعني عندي مشكلة و هي أنني أصبحت أصاب بخوف أو نعم أصبت بخوف شديد أنني أفقد أحد من الذين أحبهم زوجي إخواني خواتي و تقول هذا الخوف جاني بعد وفاة أمي و أبي حتى أني وصل به الحال أن النوم ما أنام و شيء من هذا القبيل و ذكر القصة طويلة أم عبد الرحمن بارك الله فيك ألست مؤمنة بالقدر السؤال لك جاوبي الله يرضى عليك ألست مؤمنة بالقدر كأني أشوفه تقولي نعم طيب وين الإيمان بالقدر هل أنت بيدك الموت و الحياة أم بيد الله سبحانه و تعالى غير معقول إنسان يؤمن بالقدر و يعلم بأن الأمر كله بيد الله ثم بعد ذلك يصاب بأزمة هذا الذي لا يؤمن بالله اليوم الآخر هو الذي يمكن أن يصاب بخوف و أزمة أما الذي يؤمن باليوم بالله و اليوم الآخر و بالقدر خيره و شره حلوه و مره من الله كيف يخاف و كيف يصاب بعقدة نفسية و كيف يصاب برهاب و كيف يصاب بمثل هذا القلق لا ما يصلح أختي الفاضلة أم عبد الرحمن اتق الله ما يجوز هذا الكلام أنت ما تضمنين نفسك نفسك ما تضمنين و الدنيا كل هذه وداع و لا بد يوم أن ترد الوداع و النبي عليه الصلاة و السلام قال إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتسلى بمصيبة و فيا فإن من أعظم المصار النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله دفن في التراب صلى الله عليه و عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حتى قالت تقول فاطمة لأنس أهان عليكم أن تهيلوا التراب على رسول الله تدفنوا في التراب توجعوا عليه صلى الله عليه وسلم فيأختي الفاضلة ما يصرح هذا الكلام كلنا نحن أبناء أموات نحن أموات أبناء أموات الآباء و الأجداد هؤلاء كلهم ذهبوا و سنذهب و يأتي جيل إلى أن يرث الله الأرض و من عليه فلا تنشغلين بهذا و يفتح عليك الشيطان هذه الأبواب انشغلي فيما بعد الموت استعدي من الآن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال متى الساعة قال ماذا أعددت لها و ش أعددت للساعة أنت ماذا أعددت للدار الآخرة فاهتمي بهذا بارك الله فيك و الأعمار كلها بيد الله أم أيمن من بريطانيا تقول يا شيخي عندي بنت عمره 17 سنة تأتيها الدورة 7 أيام و أحيانا 8 أيام في الشهر ثم تغتسل بعد أسبوع و أحيانا 8 أيام ترجع الدورة مرة ثانية يصاحبها ألم الدورة يستمر مع نفس الدم 7 أيام أختي أم أيمن من بريطانيا بارك الله فيك بالنسبة لمسألة الحيض الشارع الحكيم علقنا على وجود الدم المعروف أسود ثخيل له رائحة ينزل سائل غير متجلط لأنه كان متجلط أصلا في الرحم ثم ينزل سائل متى ما إن وجد الدم وجدت أحكامه و لذلك قال الله جل وعلا و يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في محيض فإذا طهرت ابنتك و بعد أسبوع عشر أيام نزل نفس مواصفات الدم هذا دم حيض بارك الله فيك أبو عبد الله من الإمارات يقول يعني فيه شخص زنا و كان معه صاحب له بعاهرة و دفعوا المال لهذه العاهرة و يقول بعدين نقص الأجرة عن صاحبه و راحوا أعطاها المبلغ على أساس يدفع له فيما بعد و بعدين مضى وقته و ما أعطاه المبلغ و ما أرجعه و يخجل أنه يسأله و يقول ما يحب أني أسأله على أساس ما يتذكر المعصية و الذنب يقول يعني هل يجب عليه أخذ المال الذي دفعه عن صاحبه مثلا لتلك يا أبا عبد الله بارك الله فيك أولا لا شك بأن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب و عظيمة من عظائم الآثام و الله تعالى حرمه في القرآن و حرمه النبي عليه الصلاة و السلام و الإجماع منعقد على حرمة الزنا و هو محرم في جميع الشرائع و جميع البشر متفقون على حرمة الزنا و قبحه الأمر الثاني الواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل و أن لا يشتغل بمثل هذه الأشياء فالواجب عليك و واضح عليك التوبة يا أبا عبد الله أن تصاحبك أن تتوب إلى الله و أن تستغفره و التوبة الإقلاع عن الذنب و الندم على فعله و العزم و الأكيد على عدم العود إليه الأمر الثالث هذا المال الذي صرفته في مقابل عوض محرم أن تصاحبك و لذلك لا يجوز استرداده و لا يجوز التعويض عليه لا يجوز و هذا مال خبيث الآن صرفته و بذلته في فعل منكر و فعل محرم نسأل الله العافية لا يحل لك أن تطالب صاحبك بأن يرجع لك هذا المال لأنك أصرا أنت و إياك ما في السؤال اشتركت ما في هذا العمل فتترك هذا و تتوب إلى الله تكثر من الصدقة تكثر من قول أستغفر الله و أتوب إليه اقرأ القرآن قم الليل حرص على الرفقة الصالحة الطيبة التي تعينك على طاعة الله بإذن الله خالد العوب ثاني من اليمن يقول يعني لديه صاحب يمارس العادة السرية كل يوم يقول ما هو الحل و أيضا هذا الصاحب دائما يرفع صوته على أبيه و أمه إذا عصب و شيء من هذا القبيل خالد بارك الله فيك أولا بالنسبة للعادة السرية محرم و لا يجوز للإنسان أن يلجأ إليه و ذلك لقول الله عز و جل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون و لقول النبي عليه الصلاة و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزود و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ما قال عليه بالاستمناء قال عليه في الصوم فإنه له وجاء و العلماء ذكروا حالة خاصة جدا يعني إذا أوشك على الوقوع في الزنا و ليس أمامه إلا هذا الخيار أو خيار الاستمناء قالوا يستمني هذا قول لكثير من أهل العلم يعني يذكرونه تحت قاعدة تعارض مفسدتين فإذا تعارضت مفسدتان تدفع الكبرى بارتكاب الصغرى هذا إذا لم يمكن دفعهما جميعا لا الزنا ولا الاستمناء لا الزنا ولا الاستمناء و هذا الولد يظهر والله تعالى أعلم بسبب هذه المعصية أصبح سيء الخلق مع والديه و لذلك جمع الآن ظلمات جمع مثل هذه العادة السيئة و الذنب و كذلك الأعظم من هذا أن يرفع صوته على والديه هذا حرام و لا يجوز و لذلك قال تعالى وَلَا تَقُلْ لَهُمَ أُفْهُ وَلَا تَنْهُرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِمًا وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبُّ أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فَقُلْ لَهُ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ يَخْتَار رِفْقَة صالحة طيبة يحفظ القرآن يشهد مجالس الذكر و دروس العلم أيضا يعني لا بد أن يعرف ما هو السبب الذي جعله يذهب إلى فعل هذه العادة القبيحة أو الذنب القبيح هل هو ذهاب إلى الأسواق هل هو وسائل التواصل هل التعلق بالصور هل شيء من هذا القبيل هو أدرى قل له أنت أدرى و لذلك ترجو النجاة و لم تسلك مسالكها أن السفينة لا تجري على اليبس الشخص يريد أن يتوب من الذنب و مقيم على الطريق يعني نفس طريق الذنب ما يمكن لا يترك هذا الطريق أم عبد الله من الكويت بارك الله فيها تقول الحمد لله تعلمنا كثير في هذا البرنامج و تقول عندها مشكلة مع زوجها ما يصلي الفجر و أحيانا يصلي و أسبوع ما يصلي و يدخن و ما يقرأ القرآن لكن يوم الجمعة فقط و يعني يعمل مشاكل و شيء من هذا القبيل تقول الأسب الشديد يعني أحيانا يشبهني ببعض الحيوانات يتكلم علي يغازل النساء و شيء من هذا القبيل يعني تقول أنا ما يجوز أقول إتق الله الله يعني أحيانا الله يقول هو يقول الله لا يسامحك الله لا يوفكك و تقول يرد علي بمثل هذه الطريقة تقول أنا أطبخ له و أغسل ملابسه و أقول أروح تزوج و مع ذلك الأسب الشديد يعني يتعامل معي تقول ماذا أعمل أم عبد الله بارك الله فيك أنت واضح امرأة عظيمة المرأة التي تتحمل زوجها بمثل هذه الطريقة امرأة عظيمة والله و لذلك اخت الفاضلة استمري في النصح معه أنت أنت الآن أعتقد بأن لكم فترة طويلة عايشين مع بعض انصحي و ذكري و خوهي بالله و ما دام عنده أصل الخير يصلي أحيانا و كذا دلالة على أنه إن شاء الله في أمل ادعي الله عز وجل له بأن يثبته و تشكري لما قلتي ليا فلان تزوج إذا كنت يعني غير مكتفي بزوجتك الأولى تزوج هذه تشكرين عليه لكن واضح أن الرجل عنده مراهقة متأخرة عنده بعض العبث و لذلك اخت الفاضل اصبري عليه و إن شاء الله بيفتح الله على قلبه و احسني إليه و أطيع الله فيه كما أنه عصى الله فيك لا تعصين الله فيه أطيع الله فيه كما أنه عصى الله فيك و إن شاء الله بإذن الله يعني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن و أنا أقول لك هذا من باب النصيحة لكن من باب الحق لك الحق الكامل أنك تفارقينه لكن أنا ما أنصح بهان أنصح بالصبر بارك الله فيك يوم عبد الله أبو محمد من السعودية يقول عمي حج و جاب جميع الأركان والواجبات مع عدد طواف الإفاضة و الوداع لشدة الزحام و جلس فترة من الزمن و مات و هذا جهل منه و الآن إيش نسوي له و هو غير متزود أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لعمك ما حج عمك ما حج لماذا؟ لأنه هدم ركم من أركان الحج و هو طواف الإفاضة طواف الإفاضة ركم من أركان الحج كيف الآن ما تم حجه و لذلك استغفروا له و احرصوا على أن يحج واحد عنه و تقول ما غير متزوج أكيد طبعا ما عنده أولاد ولا زوجه واحد منكم يحج عنه بارك الله فيك يا أبا محمد محمد تقي الله من ساحل العاج يقول ما حكم قول حسبنا الله سيوتين الله من فضله و إنا إلى الله يراغبون و رسول يا محمد بارك الله فيك هذا ليس بدعاء هذا ليس بدعاء و كل من قال هذا الدعاء أو يقول للناس قولوا هذا الدعاء هذا غير صحيح هذا جاء الآيات جاءت في سياق ذكر المنافقين و الإخبار عنهم و منهم من يلمزك في الصدقات فأن يعطوا منها رضو و إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون هؤلاء المنافقين هو الله الله عز وجل قص علينا نبأهم و أخبرنا حالهم و أنهم يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات و الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم و لذلك الله عز وجل قص علينا قصصهم و أخبرنا عن حالهم فهذا ليس بدعاء يا محمد بارك الله فيك أم عمار من عجمان تقول إذا فاتتني صلاة المغرب و دخل وقت صلاة العشاء هل أبدأ بصلاة المغرب أو العشاء يا أم عمار بارك الله فيك تبدأين بصلاة المغرب لأن الترتيب واجب عند أهل العلم الترتيب بين الفوائد واجب عند أهل العلم و لذلك تصلين المغرب أول و بعدين تصلين العشاء بارك الله فيك الأخت أم روام من العراق بارك الله فيها تقول زوجي هجرني ثلاث سنوات و بعدها طلقني أمام شهود عند المحام و مرة ثلاث سنوات أخرى ما طلقني في المحكمة تقول كيف تكون العدة أنا لزمت العدة ثلاث أشهر و عشرة أيام تقول أهلي كانوا قالوا تلزمين العدة فقط ما تتزوجين و شيء من هذا القبيل و ألبس النقاب يعني ذكرت قصة طويل أم روان الله يرضى عليك و يبارك فيك أولا بالنسبة لزوجك إذا طلقك و اعتديتي العدة الله يبارك فيك ثلاث حيض و ليس ثلاث أشهر و عشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها اللي مات عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام أما المرأة المطلقة عدتها ثلاث حيض إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة و حلت للخطاب و إذا كانت المرأة ما تحيض كانت تكون كبيرة في السن أو صغيرة مثلا فإنها تعتد بالأشهر فكل شهر في مقابل حيضة فيكون ثلاث أشهر فأنت تقولين ثلاث أشهر و عشرة أيام خطأ هذه أغت الفاضلة عموما إذا كان الآن مضى وقت طويل ما عليك شيء أهم شيء بأن ما أحد تقدم لك أثناء العدة إذا مضى ثلاث حيض خرجتي الآن من ذمته خرجتي من ذمته فأنت تتعرضين للخطاب إذا هو يريد أن يراجعك لازم يتقدم من جديد يروح لأبيك و إلا وليك و يخطبك من جديد ما يحل أن يراجعك بالكلام لا بد من عقد جديد لماذا؟ لأنه خرجتي من العدة خلاص لو كان في العدة ممكن يراجعك أثناء العدة بارك الله فيك عادل من السعودية يقول هل يجد استخدام البطاقة الإتمانية علما بأن رصيد البطاقة 500 ريال و إذا زادت المشتريات أشحن الرصيد على حسابي و كل مشتري أو شيء أشتريه نقطتين علما بأن النقط في ريال عادل بارك الله فيك بالنسبة للبطاقة الإتمانية يعني إذا كان مثلا مغطا من قبلك مثلا و تشتري بها و تقوم الأسواق بإعطائك نقاط ما في شيء أما أن يكون البنك أو المصرف هو الذي يعطيك لا لأن هذا ربا لأنك أنت الآن البطاقة التي غطيتها بمبلغ مالي و الواقع أنك أقردت المصرف أقردت البنك فلما يعطيك شيء البنك يكون ربا أما النقاط التي تحسب من محلات ما فيها شيء ولله الحمد ولمن زمردة من كردستان العراق تقول زوجة أخي هددتني أن لا أتصل على أخي في حال مرض الوالدة بحكم أنه يعمل في السلك الطبي هددتني آخر مرة أمام الناس بأن لا أزعجه باتصالي مع العلم هو من طلب مني أن أعطيه خبر عن أي خلل في صحة الوالدة يعني ذكرت قصة طبعا تقول هل أبقى بعيد عنه و عن أطفاله زمرد أبارك الله فيك واضح عندك مشكلة الآن مع زوجة أخيك والحل سهل جدا تقول لي أخيك سامحني يا أخوي أنا لا أنقل لك أي خبر عن الوالدة وأنا سأكفيك رعاية الوالدة أنا سأكفيك رعاية الوالدة إذا قال لا لازم تخبريني لابد أن تخبريني لأني أنا في السلك الطبي وحالة الوالدة حرجة يجب عليك أن تخبري أخاك حتى لو غضبت زوجة أخيك وبعدين ليس بالضرورة أن تخبري زوجة أخيك لا تخبريها حاولي أن تكون بشكل خاص تخبرين أخاك بأن والله الوالدة وضعها حرج وضعها طيب ما في بس أما الأصل قل لي لأ سامحني ممكن زوج تك هي تخبرك مثلا قل لي زوج تك هي تخبرك عن حالة الوالدة حتى تخرصين وتخرجين من هذه المشكلة فيصل من ماليزيا يقول بعض المساجد عندنا يطبخونها داخل المسجد في أوقات يجيبوا من البيوت جاهز وقت العشاء ويأكلهم في المسجد يقول الله يعزك يا شيخ ما تشم إلا ريحة الأكل داخل المسجد أفتنا في هذا فيصل بارك الله فيك وصل الرسالة إلى هؤلاء المساجد بيوت الله المساجد لم تبنى للطبخ والنفخ المساجد إنما بنيت لذكر الله و للصلاة و لقراءة القرآن كيف الآن يتحول المسجد إلى مطبخ بأي حق يحولون المسجد إلى مطبخ و طبيعي الطبخ سيحدث رائحة كريهة و هذا كله مخالفات شرعية أما والله في رمضان في بعض المناسبات يجبون أكل من بره مثلاً و يضعون في حفلة في مناسبة واحدة مرة ما في بأس أما يجعل مطعم يومياً المسجد و يؤتى بالقدور و الطبخ و النفخ هذا يتنافى مع حرمة المسجد و لذلك لا يجوز لهم مثل هذا الفعل طبعاً وقت البرنامج انتهى لكن الأسئلة ما انتهى الأسئلة كثيرة أخواني ذكر الاسم أو الكنية و البلد سؤال واحد و يكون مختصر و أيضاً تصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة ألتقيكم غداً بحول الله تعالى و قوته و السلام عليكم و رحمة الله